أعتقد أن فريقي لعب بشكل جيد جدا في الشوط الأول لقد سيطرنا على الهجوم المضاد من المنافس ولم يشكل أي خطورة على مرمانة سوى من ركلة الركنية وفي الشوط الثاني صنعوا فرصة واحدة حقيقية لقد فقدنا الكرة مرتين في خط الوسط وتوترت المباراة في دقائقها الأخيرة وظهرت مشكلة كأن الفريق انقسم إلى فريقين وهذه الطريقة ليست جيدة بالنسبة لنا لأنه يجب أن يهاجم الجميع وعندما نفقد الكرة يجب الضغط من الجميع ولم نفعل ذلك فعنينا بشكل واضح لكن الأهم هو تحقيق الفوز أشعر بسعادة شديدة والأهم هو تحقيق الفوز لأنه بالإمكان أن أكون رجل المباراة ويخسر فريقي لكن السعادة مضاعفة لأنني حققت لقب الأفضل وانتصرنا